اشتركوا في القناة وتبلغ قيمة هذا الاصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في السادس من مارس 2024 وتنتهي في الخامس من يونيو 2024 كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 952 من 100% وبلغ معدل سعر الخصم 98 و 526 من 100% علما بأنه قد تمت تغطية الاصدار بنسبة 105% كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الاصدار ما قيمته ملياران و 110 ملايين دينار بحريني أعلنت بورسة البحرين وشركة البحرين للمقاصة عن نجاح مشاركتهما في منتدى HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 2024 الذي عقد مؤخرا في إمارة دبي وقد ضم الوفد المشارك ممثلين من مصرف البحرين المركزي وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي البورسة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مديري الصناديق والأصول حول العالم وتعريف المستثمرين الإقليميين والدوليين بأبرز التطورات التنظيمية في سوق رأس المال البحرينية والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية موسيقى موسيقى وللحديث حول اتجاهات أسعار الفائدة وسوق العملات الرقمية وأهم فرص الاستثمارات المتاحة في الفترة الحالية يأسرنا أن ينضم معنا في الاستوديو السيد إيهاب رشاد المدير العام لشركة مباشر كابتل البحرين مرحبا بك أستاذ إيهاب في النشرة الاقتصادية أهلا وسألا بحرية كيف أنا؟ أستاذ في البداية حول أسعار الفائدة الرئيسية ما هي توقعاتك لها في الفترة المقبلة؟ الفيدرالي كان صرح أنه خلال سنة 24 سيبدأ أنه ينظر إلى الفائدة ويبدأ أنه يأخذ اتجاه مغير للاتجاهات التي كانت متأخذة في 22 و23 وهو ارتفاع أسعار الفائدة وده اللي احنا شفناه في الفترة اللي فاتت أن احنا وصلنا إلى ارتفاعات قياسية لم تحدث من قبل منذ سنوات طويلة اللي حاصل للوقت هو حتى الآن أنه في مشاكل عنده في التضخم التضخم حتى الآن مش قدر يسيطر عليه بشكل جدي فبالتالي هو متوقع أنه يبدأ أنه ينزل في الفائدة ممكن في آخر ربع أو في الربع الثالث من الـ 24 الاتجاه اللي هو سارد دلوقتي أنه في احتفاظ أنه نحن النهاردة عندنا الفدرالي عمل اجتماعين خلال الـ 24 وحتى الآن لم يحدث أي نزول في أسعار الفائدة ومن المتوقع خلال الربع الثاني اللي احنا موجودين أو اللي احنا داخلين عليه أنه برضو يحصل تثبيت أو انخفاض بشكل طفيف جدا إنما الاتجاه العام من خلال الـ 24 هنبدأ في اتجاه مغير الاتجاهات اللي كانت موجودة في 22 و23 نعم أستاذ يعني مع موجودة سعار فائدة عالية يعني كيف تتوقع يعني من أين يستمد الدولار قوته في الوقت الحالي؟ الدولار بيستمد قوته من أكتر من عامل أو من أكتر من اتجاه لو نقول إيه أبرزها اللي هو سعر الفائدة العالية إنه دلوقتي أسعار الفائدة العالية فدي بتجزء المستثمرين للإستثمار في الدولار الدولار كمان يعتبر من العملات الرئيسية أو العملة الرئيسية في التداول وفي التجارة فبالتالي فيه ضغط على الدولار وفيه طلب على الدولار من ناحية التجارة والمعاملات التجارية الحاجة الثالثة أن الدولار غالباً بتستغله أغلب الدول كأحتياطي للعملات فبالتالي هو بيأخذ حيز من الاحتياطيات العملات عندها فبالتالي عندنا ثلاث عوامل كبيرة وبتأثر بشكل كبير جداً في الدولار وفي قوته في الوقت الحالي بالنسبة للعملات الرقمية في مؤخرة شاهدنا ارتفاعات في عملات البيتكوين فهل لا يتنصح بالاستثمار فيها بالوقت الحالي؟ العملات الرقمية عملات عالية المخاطر يعني مش أي حد يقدر يستثمر فيها يعني احنا شفنا خلال سنة 21 كان فيه عندنا ارتفاعات قياسية في العملات الرقمية وفي أسارها فيه خلال 22 حصل نزول قوي جداً في العملات الرقمية ابتداء من 23 أو أواخر 23 وبداية 24 حصل ارتفاع كبير جداً في عملات مثل بتكوين وغيرها العملات الرقمية مشكلة لها الكبيرة أن هي فيها تزبزق كبير جداً فلا تناسب أغلب المستثمرين الحريصين على الاستثمار لمدة طويلة وبالتالي هي بتناسب أكتر المستثمر المضارب اللي هو لا يخشى من الخسارة لأن الخسائر في العملات الرقمية حصلت بشكل كبير في فترة من الفترات وأصرت سلبياً على الاستثمارات المستثمرين كيف تقيم يعني الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج مقارنة بالأسواق الأخرى؟ منطقة الخليج فيها ميزة كويسة جداً والاستقرار السياسي وبالتالي أي تزبزق أو أي أحداث بتحصل برا منطقة الخليج بتبقى عامل من العوامل اللي بتبقى طاردة من الدول الخارجية وجذبة في دول الخليج فبالتالي المستثمرين بينطلقوا أو بينتدركوا إلى الدولة التي فيها استثمار وفيها استقرار سياسي بشكل أو بآخر فدول الخليج تعتبر من الدول المحدودة في العالم أنه ما فيهاش أي تزبزق في السياسات فبالتالي بتبقى نقطة جذبة لما بيحدث أي اضطراب في أي دولة من الدول بنلاقي أن أول منطقة الناس بتبص عليها وأول منطقة الناس بتحب أنها تنتقل إليها هي منطقة الخليج وده ظهر ووضح كتير قوي فيه أكتر من أزمة حدثت في السنوات الماضية ونلاقي أن فيه استثمارات وفيه جذب استثمارات لدول الخليج خاصة دول مجلس التعاون الخليج يعني بالنسبة للمنتجات الإسلامية ما هي الاستثمارات أو الفرص المتاحة حاليا المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؟ فيه عديد من الاستثمارات وفيه عديد من المنتجات الإسلامية اللي ممكن المستثمر يستثمر فيها احنا فيه عندنا حاجة اسمها السقوك الإسلامية وده بتبقى متاحة للمستثمرين اللي هم محتاجين أن يوظفوا أموالهم بشكل يعتبر آمن أو شبه آمن في استثمارات طويلة الأجل السقوك الإسلامية دي أحد المنتجات اللي ممكن بيستثمروا فيها أموالهم فيه سندق الإستثمار الإسلامية ودي بتستثمر غالبا في الأسهم الإسلامية وفي المنتجات الإسلامية ومن ضمنها برضو السقوك ببقى من ضمن المنتجات اللي بيستثمروا فيها وفيه الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تعتبر من الأدوات الجاذبة جدا خاصة الأسهم اللي هي بيقى فيها مراكز ملايا قوية بتقدي عوائد كويسة للمستثمرين وعوائق قوائل المستثمرين على مدى زمني قصير الأجل وطويل الأجل الأستاذ إيها برشاد شكرا جزيلا على حضورك شكرا حقيقة